اه نترحم على شهداء بلادي الف وتسعمية تمانية وتلاتين لحد يوم انا حاضر ربنا ان شاء الله تقبلهم قوة الحسن وربنا ان شاء الله يخفر لهم ويرحمهم وربنا ان شاء الله يرفع الوباء والبلاء الكرونا طيب اه شير ولايك دي حاجات مهمة طبعا الشير ولايك ده مهم كلنا نعم الشير وما هطويل معك كله كله ما هطويل معك لان نتكلم في تلاتين دقيقة عندنا اسئلة هنوجهها للمجلس السيادة المجلس الاسكري ودارين رد صريح والرد بدون اي كذب هنتكلم في اربع حيات او اربع محاور مهمات جدا دارين فين رد صريح من المجلس الاسكري من هسي وانت لازم تعرف الكلام ده كويس كمواطن سوداني لازم تعرف الكلام ده كويس شو كان قاعد جواد السودان او برا السودان لانه خلاص وقت الكذب والدزداز قلته انتهى ايوا كويس بانتو قاعد انت كذبه طيب كلام المباري قال حمدتيني ما نصه كان كله كنتو قاعد تكذبه للشعب السوداني حمدتما قال ما عفز والقبط والصورة ما نجحة طيب كويس انت حاضن السورة كيف انت انحسة للسورة كيف اذا السورة ما نجحة انت انحيازك للسورة شنو قدمت شنو هل قدمت السلام بتتفاوضه يزبط دليل على ذلك مفاوضات جبه يزبط على ذلك المعتمر وطني قاعد لكن دي ما الاسئلة اللي انا دايرا اسأله بي انا قاعد اهم الشيرام الشيرين تذاتك دي ما الاسئلة اللي انا دايرا اسأله انا دايرا اسأل لاخواننا في الحركات المسلحة والمجلس العسكري شركاء المجلس العسكري حركات اللي يتفاوض في جبه دي شركاء المجلس العسكري وشركاء أحزاب السياسية أسمن Sterana وليس ه arriffوا انتم شركاء الأحزاب وعركات المسلحة الموقفة أنتم شركاء مع الأنفرية والتقيير شركاء في تضديل الشعب السوداني لأنه تجدوا في نداع السودان إنتوا جزوا لا تجهزوا من نداع السودان نداع السودان مش تعبي لكم إنتوا في نداع سودان يبقى نداع السودان أنه هو الأساس الأنفرية والتقيير يبقى أنه قدت شركاء اي سؤال نسأله انت تكونوا جواه تعالوا عشان تشوفوا دارين نسألكم من شو يحوزوا ورق وقلم ودارين اجابة بكرة يا حمدتي انت عملت صفحة في الفيسبوك وما شاء الله عندك نشطة كتار خاطرنا من خاطرناك فوق في الصفحة حقاتهم بيقوا بغصروا لك القسيلة الزمانية اللي بنقول الشركة الشركة الاسرائيلية الكندية لا لا القسيل بيقي جوا حتى في السوار بيقي في قسيل في السوار بيقي في قسيلة للأسف يقول لك احنا دارنا الوحدة ويزد دارنا الوحدة ما دارنا التفرق لكن هل انه حمدتي قال النصيحة ومثل دار يقول النصيحة بيلبت للشعب السوداء اللي حد يوم الليلة السعال الاول البندي بتعموه المتحدة هل عنه المجلس الاسكري قدمته طلب للبعثة بتاعة العمور المتحدة البنل السادس يجو كوفود مدنيين بدون اساكر اسمع الكلام ده كويس يا مواطن يا سوداني قلت الكلام ده في راسك وقلت في عدانك اذا بعثة العمور المتحدة جاية بيدين عشرة وكمدنيين يجو عشان تحرسهم مليشيات الدعم السريع وتحرسهم مليشيات الشرطة وتعمل لهم الحركة الاسلامية يبقى ما في فرقهم بينهم وبين اليونوميت ما في فرق بينهم وبين اليونوميت البحيكل الجيش منه لازم تيجي الشرطة بتاعة الانتربون لازم تيجي قوات دولية لازم يجي جيش دولي عشان يحيكل القوات المسلحة دي وتتحيكل الشرطة السودانية دبا لنمر واحد لازم تكونوا عارفينه في محامين دارفور محامين من محامين دارفور بيدور الحركات المسلحة اسمه الكلام ده قويس قدموا طلب بواسطة الحركة الاسلامية للأمم المتحدة بسهد انهم محامين دارفور ودارين القوات الدولية دي ما تجي يردوا ع السودان في البند السابق معي البند السادس دير المرم دير losätteعاون وحمدتي أنا البعاون وحمدتي من الخركات المسلحة بعاون وحمدfe حمدتي اسمه الكلام ده قويس ديرين رد والشارع ده ما برحمكم بالمناسبة الشارع ده ما برحم أي زور لا برحم نانا لا برحم قينتا لا برحم صالح لا برحم عمر لا برحم موسى دائرينا الحقائك دائرينا الحقائك ناس سلام جبا لأنه أنت حلفاء المعتمر الوطني حلفاء بقايا المعتمر الوطني المجلس الأسكري والمجلس السيادي ديل جزء لا تجزل من بقايا النظام البعيد قالوا والله توبنا شربت المريسة شربنا لكن بس والله توبنا جابتكم الكشة ما قبل كان يطلع سوار كان يصفقوا للمعتمر الوطني الآن هم قالوا يحازوا للمعتمر الوطني اللهم أجل كيدهم في نحرهم اللهم شتت شملهم حميتي يطلع يفجره داوية يقول لكم الله نحن الزور القالة مسكوا البشير وأخوانه ما مسكوا البشير وأخوانه من الفترض أنه ذاته القالة الكلامنا يكون في مكان أخو عمر البشير يعني الليمون للكباش طيب ما تسجينه جوا إنت ما قلت يحتغلت البلد كله أنت الرد ما تكسم على من الكباش ما جيش احتغله دار تقول للمونه مفروض مفروض للمونه كلام دا بتقول للمونه أنت يا حميتي بعد شوني يعني بعد الطير أكل العيش هل عيش أنت ذاتك راكب يا فردة خليقها الأولاد أهلك بنظفوا لك ولا وعدين أرزاجية شوية شوية كده قارينا ننظفوا لك يا حميتي يا رجل الدكران ما دكران يا زولوي ما دكران دارينا الحقيقة يا حميتي لسه البل حقك جاي في الأسبوع ده يوم العربعة من البعشوم الحلقة الثانية تفهمت القصة تطلع تقول الباقي ولا ورقة كله يطلع أنت فهم القصة دي بدري قلت عليك قبل شهر قلت عليك خليك شجاع أطلع أطرش بقيت بتطرش كويس بقيت بتطرش حسين كلام دي احنا ما طالبناك بيه التقالي جديد لا لا طالبناك بيه أولاد أعمامك عارفين الكلام ده كويس أولاد أعمامك عارفين الكلام ده كويس والحركة الإسلامية عارف الكلام ده كويس انت بقيت جاعد تطرش كويس أمنه برضو ما قبلانينك ليه لأنه انت كذبت على الشعب السوداني ليه لأنه انت قلت الصورة ما نجحت قلت الصورة انسرقت طيب انت جزء من الناس السرق والثورة ده مع احتراف خضائي انت فاهم القصة دولة ما فاهم انت الآن جبت الحركات المسلحة نداء السودان والأحزاب السياسية احتويتوا على الثورة السودانية سرقتوا الصورة الشعب السوداني كله وخضعتوا الشعب السوداني كذبتوا على الشعب السوداني بل كتلتوا ناس زيادة يعني القيادة العامة الناس الماتوا فيها اكتر من الف رايق شون انت في الكلام ده في معلومات بتفيد كده يعني اكتر من الف قتيل رايق شون في الكلام ده اكتر من الف قتيل انت فاهمت قصة ولا ولا انت رجمها ليك اكتر من الف قتيل الملف بتاع القيادة العامة كان ملف بدل ملف دارفور انت فاهم القصة انت وما فاهم القصة كويس الملف ده كان بدل ملف شنو بدل ملف دارفور دارفور تو عبادة جماعية بتاع القيادة العامة كان ملف دارفور تو وداري انت غيربه ملف دارفور عسي بقي ما في حاجة للعبادة الجماعية ليه عشان ما يتحاسب الناس كلهم لانه لو جينا حاسبنا الناس في العبادة الجماعية كلها بتجي انت لا تنخش جوا عشان كده جيبتوا القيادة العامة وانت بيقول انت بره منها لا لنت جوا يا فردة وكل من وقع في نداء السودان هو جوا اي انسان وقع في نداء السودان حركة مسلحة احزاب سياسية كنت ما بعرف لك انت مع الناس لاباده لانه انت لعدت الخطوة وانت الخطاة الشعب السوداني عشان يجي حاجة اسمها ايضا نفروه التغيير وانا نفروه التغيير دي اتولدت من داخل نداء السودان طيب عشان تثبتوا للشعب السوداني ان هي ما سقطت لانه في مفاوضات في جوبا لو كان سقطت صح ما في مفاوضات في جوبا طيب السؤال الثاني السؤال الاول دارينكوا تجاوبوا لنا تجاوبوا القوة الدولية دي رافضين ناتي بأساكرهم ليه ليه رفضتوا مجلس الاسكري رفض وعتفقت وقدمت خطاب لحمدوق وعجبرت حمدوق انه يغير خطابه الاول والآن الحمدوق بدململ كده وانت يا شعبي امسكين ما فاهم حاجة طيب ده واحد دارين رد فيه دارين رد في الشارع اسمه الكلام ده كويز ها سورة دارين رد في الشارع دارين بل في الشارع دارين لستك دي شغلة دارين لستك بعد ده دارين لستك عديل دارين لساتك القوة الدولية لازم تجي بيه كامل اعتادة عشان تجي تحيكل الجنجويد والدفاع الشعبي وما بعرفه لك كتيب الزلدل كلكم تخش في المفروم بتاعت الجيش ويتحيكل الجيش ده من جديد بعد ذلك تجي الحركات المسلحة الحبوط النايم وتجي الحركات المسلحة أصلا ما وقعت الاتفاقية لحد يوم الليلة الحبوط النايم الناس الوقوعين اتفاقية السلام ده هبوط نايم زي يوم وزي قحض واحد ما في فريق هزول ما أمني جاملك أصلا يعني إنت ما قحض ما في أي فريق بيننا وبينك ليه لأنه إنت خطاعت الشعب السوداني بتتفاوض لك 20 سنة 15 سنة إنتوا بتتفاوضوا قال إنت سوف ايش تاكلوا في الحلو فهمت القصة لأنت فهمت دارين نعرف السؤال الثاني الناس الموجودة في الأمم المتحدة دارين نعرف محامين دارفور أنقدموا الطلب للأمم المتحدة أساس أنه البند السادس ده ما يجي للسودان يجي البند السابع واليونيميد لازم تكون قاعدة مصلحتكم شنو انتم في اليونيميد أنا دار عارف محامين دارفور مصلحتكم شنو جزء من شباب سموا محامين دارفور رأيكم شنو انتم رأيكم شنو نحن متابعين شوف اسمه كلام ده كويس أنا حامد متابع متابع حتى الجروبات حتى الجروبات بدأت العمل الخيري الفيه جواه وحركات المسلحة عندنا جواه وناس سواء كان قاعدت ولا مركت فوتها تفهم القصة ولا ما فاهمه لو قاعدت ولا مركت فوتها عارف انك الفي دبي الفي غطر الفي امريكا الفي جنو ما بعرف ليك الابو مات جبل كده الابو حي والله متابعينكم اخصم بالله بالخطوة ليه لانه ما واسقين فيكم ليه لانه انتم بقايا كنت بتفاوضة في النظام وحسي قال انت فاوضة في النظام نعود قال انت فاوضة في النظام سيغطنا فيكم ضعيفة جدا ليه والله سيغطنا فيكم زي سيغطنا في حبيتي لانه ما في فريق بينهم وبين عمر البشير وما في فريق بينكم انتم وبين احزاب السياسية لانه كنت بتجنبوا سواء وانا من طلعت على السورة دي خطاعتوا الشعب السوداني بني رعي السودان وانا حامد دي بيحملكم عن مسؤولية كمواطن سوداني انا بحملكم انتم الحركات المصلحة الموقع في السلام بحملكم مسؤولية ضياء على السورة السودانية لانه اتوا السبب كويس ده واحد ده يرين نعرف المجلس السيادي التعايشي مش هيت تلوس بيساوي شنو ده لا عارف ده تجمع السلاح كويس السلاح ده وانا اقول لك نجمع من كل السودان وانقو في بعض واحد بس والمشيات له ده ما بتحقق انا بقول ريك عديل ما تقول لي قعدت مع الناظر ولا قعدت مع الشرطاء ولا قعدت مع اللواء قالت قعدت معه ده كلان ده ما بيمشي في روسين الناس خطوا في بالك كويس ما بيمشي في روسيننا الجمع السلاح احنا ما جمع السلاح في السودان كله وانقو تجي قوة مجن جويد سمع الكلان ده كويس تجي قوة مشتركة من العموة المتعدة القوة الجاية دي تجي هي تنزع السلاح تشيل مننا دي تأول حاج السلاح وتشيل من اهلك السلاح نسمع الكلام ده كويس خطه في بالك السلاح ده الجمع من القبائل كلها في عن واحد ما في التطعيف في ده قبيلة معينة ما رأيك شو ننته ده انا حامد ده بقوله لك خطوها في بالكم تشيروا الف منجيب مية الف عديل بالباق ما بالكذب والله ده كلام انا بقوله لكم ومسؤول منه تشيروا الف بجيب مية الف رأيكم شو ننته لا رأيكم نخشوا الزريبة يا فرد السلاح ده الجمع من الناس كلهم الله مش قال الله فرق بين عربيون وعجميون إلا بالتقوى يجب ما في فرق بين ده عربي ولا ده بيتكلم لغة ثانية كلنا النساوة في السودان انت فاهم القصة دي او لا ما فاهم القصة دي لو ما فاهم القصة دي التعايشي افهمه كويس امشي رحي ده البرد وتعال راجع شير السلاح من هناك وشير السلاح من برامو وشير السلاح من الضعين وشير السلاح من كردفان وشير السلاح من كل زول سواء في عالي واحد ما في مشكلة ما في مشكلة في الكلام ده لكن اللي بيساوه فيه ده ده كزب بسمه الكلام ده كويس اللي بيساوه فوق ده أنا ما فيه كلام ده قلت ليك أنا من بدل لايفات وريتكم قلت ليك أكبر قطع ارتكبتوا عندكم الحس يقاعدين دي وحمدتين ذات نفسه 2014-2015 2016-2017 جمع سلاح من قبائل وسلح قبائل والقبائل السلحة دي سلحها ورقى ناسها كمان رقعهم في الدعم السري حسي كلام ده داري تقبلو بيو كناستولوس وريحيد البردي وبرام ما بعرفو كلام ده داري اركب لكم في رأسكم حمدت داري اجمع السلح التعاشي داري اجمع السلح انت أول أول واحد شيل من أحلك رأيك شون انت شيل من أحلك أول حاجة شيل منه ما السلح شيل من أحلك السلح انت بيت اجماليان يا فرد ريحة اجمعات داري تجي تقش في منه هنا شو بلنادر بتكلمه كيف ده خطو في باركم كويس ده بدون إساءة مارتين ده بدون إساءة ده فتح فيه كويس فتوا عظامكم كويس يا مجلس السيادي فتوا عظامكم ده كويس بكلامي أنا قدت ده والله أقسم بالله العظيم وأمسكوه جبجت ما تمسكوه حزار أمسكوه بجت ما تمسكوه بالحزار جمع السلاح يجي يجي جمع السلاح في يوم واحد ضربة الصفارة وأول قبائل يجمع منها السلاح القبائل العربية لازم ينجمع منها سلاح فورا والعربات الدفعة الربائي كل النادي كلها تساوى كعمصات المش ما في مشكلة لكن قسما وعظما إبادة جماعية في دارفور تاني ما في يعني موتوا كلنا لكن زور بركب حصان واحد يكون ماشي حفيان ما في ما في يا حميتي وما في المجلس العسكري وكلام ده ليه كدت يا أمنا ما ينس وليه كدت يا أمنا يا أخونا دكتور حمد ده الله حمدو خط الكلام ده في حدقات عيونك اسمع الكلام ده كويس خطوا في عظامكم وفتوا عيونكم ده كويس جمع السلاح دارين جبع من السودان كله ويبدو بالناس البدت العبادات الجماعية القبائل البدت العبادات الجماعية في السودان من سنة سبعة وتمانين تمانية وتمانين مسلحة لحد يوم الليلة دي عدالة دي ما عنصرية كلام ده ما عنصرية لكن حل أنه دي عدالة هون ناس اللي بيقتلوا مدنوا بالقرباط الدفع الرباعي ومرجنهم في بيوتهم والواحد قاعد في بيته بس انت اللي وقع ايه انا اميد الفلان الفلان انت فاهم القصة دي ولا نجل نشرح عليك ها عميد في الدعم السري عقيد في الدعم السري فريق في الدعم السري وي على ابو طرف ما هلا نمشيته فوقه ده ما صحيح كنت أرى انت أسموه مني أنا اللي أخبش ده أسموه كده بس ده واحد ده بالنسبة لي جدت يا تايش ده بالنسبة لي جمع السلاح أجمع السلاح من كل القبائل أبدى بالناس العواي اللي بيبيدوا الناس والبي يقتلوا الناس أبدى بهمهم تعالوا مشي قدام لكن لا يمكن الدبيب ذاته قاعد ما تشيل مني السلاح بيزيده قوة ده شنو ماشيين وين ها ماشيين وين ماشيين وين شوف فدتوا كلامينا بقولوا ده في ناس جوهين بزجروا ماشي بسقولهم ماشي بسقولهم كلام اتماعات ما بحلوا ناس بيدوا لحركات مسلحة ومن الناس الخضعة الشعب السوداني حركات الموقعة في نداع السودان الخضعة الشعب السوداني بإعلان الحرية والتقيير إعلان حرية التقيير الشعب السوداني لو فكر جاد من نداع السودان جاد من داخل نداع السودان ده واحد موضوع الكورونا الناس ليسا مستحترين بالكورونا الناس ليسا مستحترين بالكورونا شفتوا الليلة في مقابر والدل بشير كيف القبر بخمسة مليون خمسة ألف جنيه القبر أنا ما أعرف الليل القبر بخمسة ألف الزوالة الليل بيحفر ولا ده عجارة القبر يعني الزوال sindical بخمسة ألف طيب أنا ما دارك تحفر لي قبر ليه تحفر لي قبر ذاته شفت الجشعة الجديد الغبر بخمسة ألف قبر ميد بخمسة ألف ديات الدولة هل أنه سودان بس ده السودان بس أنا ما دار أجركم كثير لكن ده هل أنه ده السودان بس القبر بخمسة ألف الكورونا الناس مستحترين بها لحد يوم الليلة لحد يحسي أنا بتكلم معك الشعب السوداني بيربص وبنطط ولاية بتموت عملك سابقه نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يرفع البلا والكلام اللي قلنا لنا ده أنه يكون قصير كده بس وشيلوا الدو لقاداتكم في الحركات المسلحة وشيلوا الدو من هنا ده دريك والدول إحمدتي والدريك والدول من هنا مجلس السيادي والدريك والدول التعاشي ما دائرة طويلة أشان أي يزول لازم يسمع والحاضر يكلم الغائب دائرين رد في الخطاب ودائرين رد من الشباب المحامين بتاعنا الدارفور جزء منهم في حركات المسلحة الدائرين البند السابع ما دائرين البند السادس قبل ما نطلع نسقبت خطاباتكم والناس المشاركة سواء الكلام ده كويس محامين دارفور من أبناء دارفور قبل ما نطلع أسمعكم أطلعوا في صفحاتكم أنا عارف وأنتو وين وأنتو عارفين الكلام ده أطلعوا ورون أنتو دارين البند السابع ليه وليه دارنا البند السابع وليه دارنا اليونيميت يكون قاعد والقوات الدولية الجديدة ما تجي ليه أنا دار أعرف دي دي تابقنا كيف ما حملت دي بكم مليون يورو دي بكم مليون دارين دولة مدنية دولة السيادة دولة القانون حكم فيدرالي تشكر كل القوات الماليجيان دي كلها تخش في الجيش تشكيلها ما بيجي بدون قوة دولية أنت تجي تكتب كمن عبادة جماعية وجزء لا تجيزة من العبادة الجماعية بتكتب للعوان المتحدة وبتقدم خطابك أنت كمحامي دارفور جزء من محامي دارفور بتقدم خطابك للعوان المتحدة صح لأنه أنت فرق بينك أنتو بينك قردة ما فيه وفرق بينك أنتو وبين الزهور الوقع في لداء السودان وجاب العار للثورة السودانية ما فيه ما هو ده كلام أنت نسيته لشه انتقلين نحن ننزل لكن أي شغل أنه دق في زمن معين من دقك به في صعبة الصدر بتاعتك حركات الموقع في نداء السودان هي السبب في انهيار الصورة السودانية وهي السبب أجابة الحركة الإسلامية رجعتها الثاني من جديد لأنه لو ما كانت في وسيغة بتاعت نزاء السودان ما كانت فحاجة إعلان الحر والتقير انت فاهم القصة كتف الصورة السودانية ولو حتى كانوا نداء السودان في زمن الصور كانوا قاعدين في الميدان بععدوا نفسهم قالوا إحنا ما دارين نخش مدام السوار دارين دولة مدنية خليها تيجي مدنية وإن إحنا نحرزها لا هم سعفوا دارين يجي وخشوا مع الأحزاب السياسية دي عشان يحكم السودان سريع سريع لأنه قبل كده برضو هم بتفاوضوا عشان يجي يحكموا عشان يجي يحكموا راجوا أن نفسكم كويس راجوا أن نفسكم كويس هم تفهم القصة؟ راجوا أن نفسكم كويس لازم تراجوا أن نفسكم كويس دمافي تطلع مليونيات مليونيات الجاية يخطوا الحركات المسلحة اسمع كلامي دو كويس قطوا كويس في رأسك الحركات المسلحة الموقع في نداء السودان أن يطلع منا إلى نفريه التغيير تندقه وإلى نفريه التغيير سوى في فندق واحد معهم الكيزان أيوة كلهم سوى معهم حميدتي أيوة كلهم سوى تندقوا في فندق واحد ليه؟ لأنه نجد السبب أنتو السبب أنتو كما عارفين نحن عارفين وده الوقت اللي بتندقوا فيه ده الهسي ده جبها السورية وان جبها السورية تو ده الوقت اللي بتندقوا فيه وفرد أنتو جيتوا باللفة الأخيرة خلاص ملياتكم إن عرفت مليات وسط تفاعمل دي الصيدو ولا ما فاهمه؟ الصورة دي مبترح ما أي زولة زولة؟ مبترح ما لأنه انت خضاعت الشعب السوداني انت في داخل اللعبة اللعبة بدأت إيران الحرية والتغيير انت جزء عصيل وشريك للإيران الحرية والتغيير إيران الحرية والتغيير فشلت إيران المفاوضات بلها الجوبة فشلت انت فاهمه؟ ألا لا؟ أربدو أنا جايكم أنا جايكم بعد أخصم بالله جايكم جايكم ما عم نخلي لأي زول الله يقدر لحد هنا كفاية تحية طيبة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته